عزيز ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شائقية منى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاها بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب ناصف فيك وأي نجوى أزيز علي أن أجاب دونك وناغو أزيز علي أن أبكيك ويخذ لك الورو أزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جروا هل من معين فأطيل معه العويل والبكى هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قذيات عين فساعدتها عيني على القذى هل إليك أبنى أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنرى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا متى ترانا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترانا أترانا نحف بك وأنت تأم الملاء وقد ملات الأرض عدلا وذقت عدائك هوانا وعقابا وأبرت الغتات وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثت غصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغيث فأغيث يا ضياث المستغيثين أو بيدك المبتلى وأرهي سيدا يا شديد القوى وأزل عنه به العسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكري بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما وجعل مستقرا لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبي السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليه أفضلا وأكملا وأتم مواد وما وأكثر وأغفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واقم به الحق وأد حد به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذوا بحجزتهم ويمكثوا في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إله والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وأمن علينا برضاه وحب لنا رافة ورحمة ودعاء وخيرا ما ننال به زعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعانا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبلت قربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرومة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكاسه وبيده ريا رويا هنيئا سائغا لاظما بعده يا أرحم الراحمين صلى على محمد وآله الطاهرين اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك باسمك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حيو يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا لا إله إلا أن اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائي الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وحاط به كتاب اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعتا له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذبين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين ليوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسيع منهجا وأسلك بي محجتا وأنفذ أمرا واشدود أزرا وعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك صلى الله عليه وآله حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه وجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنني نبيك صلى الله عليه وآله وجعله اللهم ممن حصنته من باس المعتدين اللهم وسر نبيك محمد صلى الله عليه وآله برؤية ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعدا اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجال يا مولا يا صاحب الزمان العجل العجال يا مولا يا صاحب الزمان مولا يا صاحب الزمان وانا اللهم وانا اللهم نقضي شكرا ودليلا وعينا حتى تسكنه رمك فوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رحمة ومن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته وخيرا اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الغمة وعجل لنا ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا اللهم بحق ما قرأناه من الكلمات المباركة في هذه الصبيحة المباركة اللهم فكا كل أسير خصوصا أسير القرية اللهم أشافي كل مريض خصوصا سماحة القائد الشيخ عيسى قاسم اللهم أشافي وعافه وعافه ومن عليه بالصحة والعافية اللهم رد كل غريب خصوصا السيد علي السيد يوسف اللهم رده إلى وطنه سالما غانما لا فاقد ولا مفقودا بحول وقوة منك يا أرحم الراحمين صل على محمد وآل الطاهرين الله تسل على محمد وآل محمد الله تصل على محمد وآل محمد الله تصل على محمد وآل محمد توجهوا إلى زيارة أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجاي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي الإمام الحسين زيارة مني ونيابتان عن والدي ووالد والدي وأهل قريتي وجيراني والمؤمنين والمؤمنات حيهم مع ميتهم وعن الإمام البهى المهدي عجل الله تعالى فرجه طاعتا قربة إلى الله تعالى السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوحين أمين الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله عليه وآله السلام عليك يا وارث علي حجة الله السلام عليك يا ايها الوصي والبر التقي السلام عليك أثار الله وابن الثار والوتر الموتور أشهد أنك قد قمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله أحق جهاد حتست بيها حرمك وقتلت مظلوم السلام عليك يا عبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا بطل المسلمين يا مولاي أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهراء لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثابها وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المسلمين وماقل المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي والمهدي وأشهد أن لا إمتا من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والغروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا السلام على الحسين السلام على الحسين السلام عليك يا زور سيدي ومولاي علي بن الحسين علي السلام السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن خاتم النبيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك أيها المظلوم الشهيد بأبي أنت وأمي عشت سعيدا وقتلت مظلوما شهيدا ورحمة الله وبركاته أزور الشهداء السعداء السلام عليكم أيها الذابون عن توحيد الله السلام عليكم بما صبرتم في نعمة وقب الدار بأبي أنتم وأمي فزتم فوزا عظيما ورحمة الله وبركاته أزور العباس بن علي عليه السلام السلام عليك أيها العبد الصالح والصديق المواسي أشهد أنك آمنت بالله ونصرت بن رسول الله ودعوت إلى سبيل الله وواسيت بنفسك فعليك من الله أفضل التحية والسلام بأبي أنت وأمي يا ناصر دين الله السلام عليك يا ناصر الحسين الصديق السلام عليك يا ناصر الحسين الشهيد عليك مني السلام وما بقيت وبقي الليل والنهار ورحمة الله وبركاته ورحم الله من قرأ الفاتحة للمؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات سلام عليكم محمد لحسن محمد 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 محمد